يتساءل المغتربون اليمنيون في السعودية مع كل مرة تصدر فيها وزارة داخليتها قرارا يتعلق بهم هل تراعي سلطات السعودية أحوال المغتربين من أشقائها فيها خصوصا اليمنيون؟ وهل تراها تمنحهم استثناءات تخفف عنهم مرارة القرارات التي زادت من مرارة الغربة؟ فيأتي الرد بلسان المتحدث باسم إدارة الجوازات السعودية طلال الشلهوب في تصريح له على إحدى القنوات السعودية أن هناك استثناءات لليمنيين من القرارات لكن الاستثناءات المقصودة تتلخص في تمديد هوية زائر فقط الأخوة اليمنيين كذلك تم تمديد لهم هوية زائر أمر ملكي كلام يراه المغتربون أنه لا يرقى لحل معاناتهم الكبيرة بسبب القرارات المتلاحقة التي تزامنت مع ما يسمى حملة وطن بلا مخالف ابتداء بسعودة أغلب الأعمال وانتهاء بمنع أبناء حامل هوية زائر من التعليم في المدارس السعودية لم تتوقف قرارات وزارة الداخلية السعودية بخصوص المغتربين عن الصدور منذ بداية الحرب وحتى اليوم فتارة تصدر الوزارة قرارا بسعودة الأعمال وتارة تصدر قرارا بفرض رسوم على مرافقي المقيمين وتارة أخرى تغلق المنافذ في وجههم مانعة إياهم من الدخول والخروج من وإلى وطنهم في المقابل تقف الحكومة إزاء هذه القرارات كالعاجز بلا حراك وتهمل حتى التواصل مع الجهات المعنية في المملكة علها تحصل على استثناءات للمغتربين اليمنيين سيما واليمن تمر بمرحلة صعبة وبين القرارات الصادرة المتزايدة بشكل مستمر من قبل وزارة الداخلية السعودية بحق المغتربين فيها وبين عجز وصمت الحكومة الشرعية أمام هذه القرارات يقف المغترب اليمني مسحوقا لا حول له ولا قوة